أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرة في التصعيد الخطير الذي نفذته الميليشيا الحوثية بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية وطائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية وقال الحجرة أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية وهي لا تستهدف زعزعة أمن المملكة العربية السعودية فحاسبه إنما أمن المنطقة واستغرارها وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات في كافة للحفاظ على أمنها واستغرارها وسلمة مواطنيها مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي لملكة السعودية التي تمكنت من اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة قبل أن تصل إلى أهدافها ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والوقوف بحازم في وجه المليشية الحوثية في محاولتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر